وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية العصيبة التي تمر بها المملكة وبقية دول العالم خاصة في زمن الاحتفال بأحد الشعانين فقد جذبت فضائية نورسات ملايين المشاهدين على شاشتها المرئية بنقل قداديس وصلوات الكنائس الأردنية وفي بث حي ومباشر لتبقى المحطة مستمرة برسالتها الإعلامية هدفها نشر القيم الدينية الداعية إلى السلام والعدالة والمحبة والحرية وحقوق الإنسان وكمبادرة إنسانية من مكتب نورسات الأردن وبمناسبة عيد أحد الشعانين قام فريقا من مكتبها العامل في عمان بتوزيع أقصان الزيتون المباركة على المؤمنين وعلى رجال الأمن الساهرين على خدمة الوطن والحفاظ على أمنه كعربون محبة وولاء على صعيد متصل وتقديرا وامتنانا لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي يواصل الليلة بالنهار وهو يتابع بنفسه الجهود الأردنية الحثيثة لاحتواء أزمة كورونا ومنع انتشار الوباء في البلاد فقد وجه مكتب فضائية نورسات الأردن رسالة تقدير وثناء لجلالته الذي يثبت دوما أنه القريب من شعبه في المواقف الصعبة كما وجه المكتب التحية إلى حراس الوطن من نشام الجيش العربي ومنتسبي الأجهزة الأمنية الذين يسهرون الليلة كي ينام المواطنون بأمن واطمئنان ضارعا لله العلي القدير أن يحفظ هذا البلد من كل شر ومكروه في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة حيث أثبت الأردن خلال الأزمة أنه بلد قوي وعظيم في حسن إدارته للأزمات حتى صار موضع فخر واعتزاز أمام العالم كله في تطبيقه لقرار الحضر الذي غايته أولا وأخيرا مصلحة الوطن والحفاظ على صحة المواطنين وفي السياق ذاته قالت مديرة مكتب فضائية نورسات في الأردن الدكتورة باسم السمعان أن الفضائية التي تتخذ من لبنان مقرا لها تقوم حاليا وبشكل مستمر بنقل القداديس والصلوات من الكنائس الأردنية عبر بثا حيا ومباشر وخاصة في هذا الوقت الذي أغلقت فيه الكنائس أمام حضور الشعب منعا للاختلاط والتجمهر ونقل العدوى للآخرين حيث تقوم الفضائية بتفعيل البث المباشر للصلوات اليومية عبر المواقع الإلكترونية التابعة لكل كنيسة ومنصات التواصل الاجتماعي والتي يتابعها المؤمنون من منازلهم حتى يتم الانتصار على الوباء وتعود دورة الحياة إلى طبيعتها